أنواع بطاقات التواصل مع الشبكات يطلق على بطاقة التواصل مع الشبكة الاسم NIC أو Network Interface Card تعمل بطاقة الشبكة كحلقة وصل بين الحاسب والأسلاك على الشبكة حيث تعمل على استقبال المعلومات المراد إرسالها من الحاسب ومن ثم تقوم بإجراء التعديلات اللازمة عليها ليكون من الممكن إرسالها عبر أسلاك الشبكة ومن ثم تقوم بإرسالها إلى الحاسب الآخر عبر أسلاك الشبكة أما في حالة استقبال المعلومات من حاسب آخر تعمل بطاقة الشبكة على إجراء تعديلات على المعلومات المتلقى بحيث تصبح في صيغة تكون مناسبة للتعامل معها في داخل الحاسب قبل أن تقوم بشراء بطاقات الشبكة التي تريد استخدامها في الشبكة يجب أن تقوم أولا بوضع تصميم للشبكة وتحديد احتياجاتها حيث أن هناك العديد من أنواع بطاقات الشبكات ولابد أن تكون كل البطاقات التي تستخدمها في الشبكة متوافقة مع بعضها البعض وإلا فإن الشبكة قد تتوقف عن العمل كليا أو جزئيا كما أن بطاقة الشبكة يجب أن تكون متوافقة مع نوع الأسلاك الذي ستستخدمه في الشبكة ومتوافقة أيضا مع الهيئة التي صممت فيها الشبكة مثلا إذا أردت استخدام أسلاك الألياف الضوئية فعندها لا بد من شراء بطاقة شبكة خاصة بالألياف الضوئية وإذا كان التصميم الذي وضع للشبكة هو هيئة الحلقة فعندها لا بد من أن تكون بطاقة الشبكة من النوع القادر على التعامل مع الهيئة الحلقية للشبكة بالإضافة إلى ما سبق يجب أن يكون الرابط الموجود على بطاقة الشبكة مناسبا للرابط على الأسلاك حيث أن بعض أنواع البطاقات عليها رابط للسلك ذو المحور المشترك والبعض الآخر عليه رابط للسلك المجدول برابط RG45 والبعض الآخر عليه مقابس للرابطين معا في الشبكات اللاسلكية لا يكون نوع الرابط على بطاقة الشبكة ونوع السلك بالأمر المهم حيث أن عملية الاتصال تتم لاسلكية الأمر المهم هو أن تكون البطاقة قادرة على إجراء اتصال لاسلكي وأن تكون كل البطاقات في الشبكة متوافقة مع بعضها البعض مثلا قد تشتري نوعين مختلفين من بطاقات الشبكات اللاسلكية وتكتشف لاحقا بأنها غير متوافقة وغير قادرة على الاتصال فيما بينها من الأمثلة على التقنيات التي تستخدمها بطاقات الشبكات والتي يدعمها ويندوز 98 وويندوز 2000 وويندوز XP Ethernet Token Ring Fiber Distributed Data Interface Wireless Technologies Including Infrared Asynchronous Transfer Mode ATM يعطي كل مصنع بطاقات شبكات عنوانا مختلفا لكل بطاقة شبكة يقوم بتصنيعها حيث يخزن ذلك العنوان في الذاكرة الموجودة عليها العنوان هو عبارة عن رقم مكون من عدة خانات تقوم كل بطاقة شبكة بالتعريف عن نفسها من خلال العنوان المخصص لها لتفادي وجود أي بطاقتين شبكة تتشابهان في العنوان الخاص بهما يقوم مجلس IEEE بتحديد مجال من العنوين لكل مصنع بطاقات شبكة نظرا لذلك فإنه يمكن معرفة اسم مصنع البطاقة من خلال عنوانها كما أنه يمكن تتبع بطاقة شبكة من خلال عنوانها حيث أن كل الاتصالات بين البطاقات تتم بناء على عنوان البطاقة تسمح بعض مشغلات الشبكات بتغيير العنوان الخاص بالبطاقة وبالتالي يصبح من الصعب تتبع البطاقة عندما يتم اتصال عبر الشبكة عن طريقها لكن هناك طرق أخرى ترجمة نانسي قنقر